اذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة لكل كاتب عالم عجيب وفي اعماقه صراع محبب وغريب ترحال بين السعادة والألم وبوح من القلب الى القلم وفي هذا البرنامج نطل معا في مفكرة كاتب جملة مؤلفات اي روائي او شاعر او قصاص او درامي بتمثل رؤية معينة مصر ولادة ومليئة بالمواهب المهم نعرف ازاي نكتشفها ونقدمها انا عامل فصل زمان وفصل مكاني بين الصحافة وبين الادب لكن على ان يظل مال قيصر لقيصر ومال الله لله ان الاسلاك الشائكة نصنعها نحن بافكارنا ومخاوفنا وباستطاعتنا ايضا ان ننزعها ونتخطى الحدود ونغير كل المواقع اطلالة في مفكرة كاتب اطلالة في مفكرة كاتب مع نجوة طوبي اعزائي المستمعين اهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد لنقدم اطلالة جديدة في مفكرة كاتب وضيفنا اليوم كاتب وشاعر قدم على مدى اكثر من ربع قرن كتابات متنوعة منها ناطحات شعرية ومنها عبد الوهاب محمد وشاعره منها جميل بثينة امام المحبين والمجانين ومنها ولأحزاني اغني ضيفنا هو الشاعر الاستاذ بشير عياد اعزائي المستمعين في البداية وعلى واحدة من صفخات مفكرة ضيفنا الشاعر الاستاذ بشير عياد نطل على افكاره حيث يقول ساءلتني في سكون الليل نجمة ايها الباكي لماذا انت حائر تحضن الالام والاحزان جمة بح باسرارك بحلي قلت شاعر بشير عياد الشاعر الاستاذ بشير عياد في البداية بعد الترحيب بحضرتك اسأل هل تحتفظ بمفكرة تدون فيها افكار او موضوعات او ملاحظات بالطب احتفظ بالاجندة السنوية وادون يوما بيوم يعني اهم كل الاحداث يعني منشتات ولكن هناك احداث لابد ان اكتبها بالتفصيل هي يعني اعيش على الذكريات بشكل غير عادي وهي جزء مهم من روافد كتاباتي فلابد ان ارجع بين الحين والحين الى هذه الاجندات نحن نمضي ايام عيد الاطحى في المنزل في كفر الدوار اعطاني اخي الاكبر محمد اجندة 1982 كنت نسيتها في بيتنا في كفر الدوار فامضيت ليلة كاملة اطالع ما فيها وازعجني كثيرا انني وجدت بعض اخطاء النحو في كتاباتي لكنني لكن هل وجدت فيها بعض الشعر اللي كتبته في سن باكرة نعم وجدت بعض الافكار وبعض الابياد غير المكتملة وبعض ما لا ارضى عنه لكنني احب كل ما كتبته احب ان انظر اليه بين الحين والحين لأعرف ماذا كنت حتى لا يتسلل الغرور الى النفس في لحظات ما لا بد ان ننظر دائما الى الخلف لنرى ماذا كنا وكيف اصبحنا حتى نظل ثابتين على الارض استاذ بشير ماذا كتبت في المفكرة عن نشأتك الاولى وكيف اتجهت نحو كتابة الشعر وحضرتك ذكرت انه انت من مواليد كفر الدوار بحيرة نعم في 27 ابريل 1960 يعني نصف القرن تاريخ الميلاد هذا تاريخ معلوم للجميع لانه ينشر في الموسعات وينشر في كتبي ولا اعتقد ان هناك اديبا يجرى على اشفاء تاريخ ميلادها ولا يجب ولا يجب ولا يجب لان مع السنوات بتتطور او بيتطور الانتاج وتتطور الموهبة لابد ان يكون معلوما ضد جميع ماذا كتبت عن النشأة الاولى في المفكرة النشأة الاولى هي الوردة التي يظل عبيرها على مدار العمر بالكامل النشأة الاولى كانت في بيت في ريف كفر الدوار بمحافظة البحيرة في نقطة التماس مع محافظة الاسكندرية اب طيب جدا ام مثالية كنا سبعة اخوة انا رقم خمسة اثنان من ام ونحن خمسة من ام لم يكن احد يظن ان انا من امين بسبب هذا البيت الجميل نشأته مرفها ومدللا بشكل يختلف عن كل اخوتي كنت الاصغر لا الاوسط لا ادري هل كانت ملامح الشعر بادية على طفولتي هم قالوا لي انني كنت كما نقول في منازلنا غلباوي او لمد كنت اتكلم كثيرا واجيد النكتة وتجيد التعبير عن نفسك نعم نعم وكنت احفظ كلاما وكتابة لا لم اكن قبيل المدرسة كنت احفظ وراء الراديو بسرعة رهيبة كما قيل لي وقتها احب القرآن الكريم يعني كنت انجذب الى الراديو عندما يزع القرآن الكريم فكان ابي ارحمه الله يعيد امامنا ما تلي من ايات مباركة ثم دخلت المدرسة الابتدائية فوجدت نفسي منجذبا الى الصبورة وددت ان اقلد المعلمة او القبلة كما كنا نناديها فدخلت ذات مرة وجدتني امسكه بالكتاب واحاول رسم الكلمات المكتوبة فسألتني انت بتاخد درس كان اسمها تيسير انساها ما حييت فقالت لي هل تأخذ دروس خصوصية فلم اكن اعلم ماذا تعني كلمة او جملة دروس خصوصية فنادت اخي محمد كان في الصف السادس وسألته فقال لها لاول مرة يمسك بالكتب فقالت يبدو ان لديه موهبة ما فاحترس وخلي بالك منه وكانت هي اول من اكتشفت هذه الموهبة وبعد اسبوعين او اقل من المدرسة لان انا كنت اجلس في الصف الاخير فبسبب هذا الموقف اجلستني امامها على اول مقعب وجعلتني رئيسا للفصل وبدأت تهتم اهتماما غير عادي ولذلك نشأت مع نهاية الصف الاول الابتدائي كان خطي يعادل طلاب المرحلة الاعدادية بسبب هذه المعلمة الام جميل جدا جميل جدا انه حد يكتشف او شخص ما يكتشف الموهبة ويرعاها استاذ بشير يعني رغم حبك للشعر وللكتابة اتجهت لدراسة الحقوق وليس لدراسة الادب فلماذا هذا التناقض هو تناقض سيكون اكبر عندما تعلمين انني كنت في قسم العلمي علوم ايضا يعني لم اكن في القسم الادبي كان الاهل يريدون ان ادخل لكلية الطب وكنت اود ان ادخل الصيدلة لكن بسبب عملية جراحية في العينين في شهر مارس وابريل من عام 1978 لم استطع ان احصل على المجموع اللازم لكلية الطب ففجئوا بدلا من ان ادخل لكلية علمية انني اضع الرغبة الاولى حقوق الاسكندرية وقد كان ودرست الحقوق فيها السبب الرئيسي اننا لم يكن لدينا مكتبة في المنزل فكان عمي واحد الموثل العليا في حياتي عبد الفتاح عياد كان بكلية الحقوق ثم تابعه اخي محمد الى كلية الحقوق فكنت في الاجازة الصيفية وانا في المرحلة الاعدادية اقرأ كل كتب الحقوق التي انتهوا من الامتحانات فيها مع نهاية المرحلة الثانوية كنت شبه ملم بكل مقررات هذه الكلية واحببتها حبا غريبا يعني وانا في اولى سنة كنت الخص لاخي محمد كتب القانون وهل مرست يعني عمل يتفق مع هذه الدراسة لا دراسة الحقوق او القانون والله هو انا يعني العمل الوحيد الذي تعاملت فيه باعتبار رجل قانون وانا اؤدي الخدمة العسكرية كنت في البحرية برأس ستين وكنت اقوم بعمل التحقيقات بعد ذلك عينت قبل ان انهي الخدمة العسكرية عينت مأمورا بجمالك الاسكندرية بلسانس الحقوق من خلال مصابقة كبيرة وقتها لكن لم اعمل في شؤون قانونية او امارس القانون عملت اه كمأمور جمارك على المنافذ وعلى الموازين يعني كضابط جمركي هذا عن درستك للحقوق وليس للأداب لكن لو عدنا ايضا للوراء فترة وتكلمنا عن القراءات الاولى وماذا كانت تعني لديك وماذا تنوعها وتأثيرها عليك وعلى اتجاهك لكتابة الشعر القراءات الاولى كانت قراءات كتب مدرسية فقط فقط لان كما اشرت حتى مكتبة المدرسة كانت مكتبة فقيرة قرأت كل ما فيها كان قصص اطفال في الغالب الاعام لكنه كان يعني يطيرني بالبيع كما نقول يعني كنت افرح عندما ارى الخيال الادبي على الصفحات وكنت اغمض العينين واحاول ان اتقم الشخصية الكاتب لاكتب وتفوقت تفوقا غير عادي في اللغة العربية بدءا من الصف الرابع الابتدائي بدأت ملامح التعبير تظهر عندما كنت اكتب موضوع للتعبير كان معلمية يتبهون به في المدرسة وكنت القي كلمة الصباح في طابور المدرسة كاصغر تلميذ ربما وقتها كل هذا جعلني يعني اتحاشى ان اصغر في اعين معلمية فكنت اقرأ اكثر فحفظت القرآن كثيرا حفظت النصوص كلها حتى موضوعات القراءة كنت احفظها فاعطتني حبا شديد للغة للغة ومكنت لساني من تلوق هذا الطعم لكن ماذا عن الشعر يعني هل قراءة الشعر هل يعني اهتممت بقراءة تنوعات من الشعر على مدى سنوات دراستك وفي عصور مختلفة الكراءات الحقيقية بدأت مع المرحلة الثانوية لكن ما قبل ذلك كان يعني ما يقع تحت يدي من الكتب الدراسية لأعمامي وأولاد أعمامي وأخي الأكبر لم أقرأ كتابا أدبيا على الإطلاق قبل المرحلة الثانوية مع المرحلة الثانوية بدأت تنوع مع الدراسة بدأنا نعرف ماذا نقرأ لأنها بدأت الكتابة من المرحلة الإعدادية كتابة الشعر الزجل بدأت زجل يعني الزجل المدرسة بيرام التونسي لأنني مولع بهذا العملاق الكبير الذي أسس لنهضة شعرية غير عادية في القرن العشرين وجعل اللهجة العامية المصرية توازي الفصحة تماما بما ابتدعاه من كتابات في مجال العامية هل تذكر بعض مما كتبته في تلك المرحلة يعني من هذا النوع من الزجل أو الكتابات والله هو طبعا أذكر لكن كانت أول كتابة كانت هجاء لا دع وأستحي أن أقوله يعني كنت في الصف الأول الإعدادي لكن الكتابات الجد بدأت مع المرحلة الثانوية وكانت ملبدة بأخطاء النحو أحيانا مع كسور في الوزن لأنني لم أكن أعرف شيئا عن علم العروض كنت أسمع عن بحور الشعر أو موسيقى الشعر لكن لم أكن أعرف شيئا إلا أنني مع بداية المرحلة الجامعية ساق القدر أحد أهم أقاربي وأصدقائي الأستاذ الدكتور عيد بلبع كان وقتها في الدرسات العليا بقسم اللغة العربية بأداب الإسكندرية استمع إلى ما أكتب قال لي أنك شاعر موهوب لكنك تكسر الوزن فقلت ماذا يعني فأفهمني على إحدى قصائدي المكتوبة وأحضر لي كتابا في العروض في اليوم التالي وعلمني بحرين من بحور الشعر أحدهما هو بحر الرمل الذي كتبت منه القصيدة التي رآها منذ ذلك الحين بدأت أتجه إلى دراسة علوم اللغة وقراءة تاريخ الأدب لأنه أعطاني خارطة بما يجب أن أفعله وما يجب أن أقرأه بدأت منذ تلك اللحظة وأنا في السنة الثانية في كلية الحقوق أعيد قراءة تاريخ الأدب وتاريخ الشعر نعم الأدب والشعر والدراسات الشعرية يعني النقد الشعري أيضا لأنه لك حضرتك كتب في النقد يعني كتب نقدية أكثر من الكتب الشعرية نعم فكانت هذه اللحظة هي اللحظة الفارقة في مسيرتي مع الشعر أن أقرأ نحو بمعدل مرة كل يوم أقرأ العروض وأتعلم العروض وعندما أقرأ قصيدة لابد أن أكون بتقطعها عروضياً لكي أتعلم منها المعلقات أو القصائد الكبرى فبدأت هذه العملية تأخذه عمقاً في داخلي بدأت عملية تنقية أخطائي في النحو لأننا كنا عندما ندخل الجامعة نستهين باللغة لم يكن من المهم أن أظل على علاقة جيدة باللغة فحذرني من ذلك قال لي أنك لن تكون مجرد موظف عادي أو أحد حاملي الشهادة العليا ولكن ستكون مبدعة في مجال الشعر أو النقد فلا بد أن تكون متسلحاً بما يليق بهذا الوضع وبالتالي بدأت الدراسة التي هي شخصية للشعر والعروض والكل ما يتعلق بهذا المجال بنوع من المتعة اللانهائية يعني لم يكن مجرد ولم تكن مجرد فرد إنما هو رغبة في تحسين أو سقل الموهبة نعم وهذا هو الفارق بين ما نقرأه لنمتحن فيه وما نقرأه لكي نعطي من خلاله للأجيال المقبلة أستاذ بشير عياد رحلة الشعر كيف بدأت؟ يعني حدثتك قدمت أو تحدثنا عن بعض الإرهاصات وبعض المحاولات الكتابة وبعض الشخصيات يعني اكتشفت لديك هذه الموهبة أو هذه المنة كيف بدأت؟ أين نشرت أول شعر كتبته؟ وهل تتذكر بعض أبيات مما كتبته في البداية؟ وما نشر لك؟ البداية النشر كانت كاريكاتير مجلة كاريكاتير؟ لا الجريدة الأخبار بدأت أراسل الفنان الكبير مصطفى حسين وأنا في نهايات المرحلة الثانوية فبدأ ينشر لي رسومات كاريكاتير وليس شعر نعم وكانت مفاجأة بالنسبة له عندما رأاني سنة 81 في شهر يونيو فوجئ يعني عندما دخلته قالوا له أن أحد المواطنين يصر منذ خمس ساعات على أن يلتقي بك لم أعلم أنه يأتي بعد الواحدة فذهبت مبكرا فكلما قيل لي أنه لم يأتي أسرارت يعني أنا أتيت من كفر الدوار هل أعود؟ بدون مقابلته فقال فليأتي فعندما رأاني زهل ولأنسى يعني هذا الإنسان الشاهق العظيم الذي أعطاني كأب ويمثل أحد أهم الأضواء في حياتي على الإطلاق زهل وقال إنك يعني يبدو أن لديك مواهب أخرى غير الرسم فقلت له أنني أكتب الشعر وكذا فأسمعني ظلط وأسمعه فبدأ يستمع كأب يريد أن يكون ابنه أحسن الناس فقال لي اكترسم الكاريكاتير في كم من الزمن قلت ساعتين قال لن تكون رساما أنت شاعر أحسن وكاتب لا يشق له غبار كنت وقتها في كلية الحقوق وأعطاني أيضا روشتة موازية للروشتة التي أعطانيها الدكتور عيد بلبع وبدأت أرسل الأستاذ مصطفى حسين أفكاري ويرسمها وينشرها باسمي وكلما أتيت ألتقي به وأسمعه جديدي وبدأ يشجع بدأت أراسل جريدة المساء فبدأت تنشر لي الرباعيات بعض الرباعيات تذكر بعض من أوائل ما نشر لك ليس بالضرورة أن يكون الأول ولكن أوائل ما نشر لا لأن أنا فكرها بالترتيب يعني كالعصافيري تراني في الصباح أحضن الشمس وأعد وأغني مفعم قلبي بألوان الجراح فإذا شابت غسوني لا تسلني جميل الشعر الأستاذ بشير عياد ونحن نقلب معا صفحات المفكرة ونقرأ فيها بعضا مما قدمته خلال هذه الرحلة مع الشعر واللي نقدر نعتبر أنها أكثر من ربع قرن تقريبا 30 سنة رحلة الشعر تعرفنا كيف بدأت وأول شعر كتبته وأرسلته ونشر لك في الصحافة لكن رغم سنوات طويلة كتبت فيها الشعر إلا أن انتجك الشعري ورغم غزرته وكثرته اقتصر على ديوان واحد هو لأحزاني ولأحزاني أغني لماذا؟ لأني وجدت ما يعوضني في ديواني المسموع على أصوات من خلال الإذاعة والتليفزيون من خلال الإذاعة لأن الإذاعة المصرية أعطتني على جميع شبكتها الشرق الأوسط وصوت العرب والبرنامج العام وإذاعة الأغاني أن أعطى فرصة أن أكتب أدعية رمضان على هذه الشبكات ثم للتليفزيون من خلال الإذاعة أيضا وأعتقد أن الأداية يعني الرمضانية كانت بأصوات ناس كبار المطربين كبار المطربين علي الحجار ثم هاني شاكر ثم محمد الحل ثم علي الحجار بالاشتراك مع السيدة سميرة أحمد في إحدى التجارب التجربة الأخرى الفنان الكبير نور الشريف التجربة الأخيرة مع علي الحجار كانت السيدة ياسمين الخيام في رمضان الأخير في دعاء الإفطار في صوت العرب كانت تلقي وهو يغني الأغنية كاملة على الجانب الآخر كان البرنامج العام يزيع لي هاني شاكر ومحمد الحل فهذه يعني بالإضافة إلى ما سبق من تجارب في التسعينيات من كتابة أغاني مسلسلات للتليفزيون وأغاني برامج تليفزيونية وإذاعية بالإضافة إلى أغاني بعض الأفلام فهذا يعني جعلني أجد تحجم إلى حد يعني قارئ الشعر بدأ يعني يتراجع قليلا ولا أنسى أيضا أن لي برنامجا يوميا في القناة الثقافية من أشعاري وأزجالي وإلقاء السيدة نجو وأبو النجا وأنا دائما كلمات وعبارات نعم كلمات وعبارات أربعة أعوام على مدار أربعة أعوام يعني نادر نعتبر أن الإذاعة والتليفزيون كانوا منفذ مناسب لحضرتك أكثر من الديوان المكتوب الإذاعة والتليفزيون هما أهم شرفة وطلوا منها على محبية في كل مكان الشعر والكاتب الأستاذ بشير عياد ونحن نوصل معا القراءة في أوراق المفكرة وبعد أن تعرفنا على بعض الكتابات الشعرية اللي حضرتك قدمتها من خلال الإذاعة والتليفزيون ومن خلال ديوان الشعر اللي حضرتك قدمته ولأحزاني أغني حضرتك إلى جانب هذا الديوان قدمت كتب نقدية منها مثلا عبد الوهاب محمد وشعر محمد أغنية خالدة منها مثلا جميل بثينة إمام المحبين والمجانين منها يعني ناطحات شعرية ناطحات شعرية وناطحات شعرية ده يعني بالتهيأ لي بيضم عديد من الأسماء الكبيرة اللي بتعتبر زي ناطحات السحاب نعم نعم هو كذلك فعلا هو بالنسبة لعبد الوهاب محمد السبب الأول الذي جعلني لأنشر أشعاري قبل أن أنشر كتابا فيه كنت قريبا منه في سنواته الأخيرة وقدمت عنه حلقتين في برنامج كلثوميات على القناة السادسة فعندما شاهد حلقة حسيبك للزمن طلبني وكان متأثرا جدا وقال لقد أعدتني إلى ذكريات لم أكن أتخيل أنك تعرفها لقد قلت عني في هذه الحلقة ما يكفي كتاب فقلت له لك عندي كتاب وكان الكتاب بعد وفاتك عندما توفي فأسررت على أن يكون هذا الوعد هو أول عمل لي بعد الكتاب بعدة أشهر أصدرت ديوان الأول يعني صدر معا سنة 98 في عام 2000 أصدرت جميل بثينة إمام المحبين والمجانين وهو ينتمي إلى سلسلة أعمل فيها بعنوان إبحارات إبحارات أخذ شاعرا بالكامل في كتاب مخص به أما الناطحات فهي أتعمل فيها مع الشعراء ذوي الإنتاج القليل ولكنه الغني غنا شعريا وإنسانيا لا مثيل له كمين أهمهم والله هم عشرة عشرة شعراء في العصر الحديث لا العصر الجاهلي العصر الجاهلي وصدر الإسلام يعني معظمهم من المخضرمين الذين عاشوا العصرين يستسنى من ذلك اثنان صفيد دين الحلي لأنه لامس أحد شعراء العصر الجاهلي فأصررت أن أعرف هالقارئ بصفي الدين والثاني هو الشاب الظريف وأحد شعراء مصر في العصر المملوكي من الشعراء الذين أحبهم وهو اسمه محمد ابن سليمان التلمساني والشهير بالشاب الظريف شعراء الثمانية الآخرون بعضهم عاش في الجاهلية وبعضهم في صدر الإسلام أو من المخضرمين الذين عاشوا العصرين أهمهم بالطبع كان السموأل وهو كان شاعرا يهوديا ضرب به المثل في الوفاء له قصيدة إن الكرام قليل من أشهر ما كتب وهي من 23 بيتا فقط لكنها خلدته لأنه كان وفيا إلى أقصى درجة يعني قتل ابنه أمامه في مقابل أنه رفض أن يتنازل عن الأدرع التي تركها عنده إمرو القيس كأمانة وهنا قال الكبار المؤرخين هو ظل وفيا لقيمه العربية وليس القيم الأخرى وماذا عن بعض الكتب اللي حضرتك قدمتها وفيها تصحيح لشعر ناجي وأعتقد أن هذا مجهود أيضا من الكتب الهامة اللي حضرتك قدمتها أنا باعتبرها من أشرف المهام التي أسندت إلي حضرتك قدمتها من خلال ثلاثة دواوين نعم هيئة الكتاب هي سلسلة جديدة في هيئة الكتاب بدأت في عام 2008 توازي سلسلة مكتبة الأسرة أو مهرجان القراءة للجميع من الفخامة والعمق في آن معا طلب مني أن أقوم بعمل تقديم للأعمال الكاملة لأحد الشعراء فعرض علي طهر أبو فاشا وأحمد شوقي وإبراهيم ناجي فرشحت إثنين من أساتذتي للكتاب عن شوقي وعن طهر أبو فاشا واخترت إبراهيم ناجي لأنه من ذوي البصمات المؤثرة في حياتي بسبب قصيدة الأطلال يعني أنا حفظت قصيدة هي أكثر قصيدة يعني مشهورة لإبراهيم ناجي بسبب غنائها طبعا طبعا أم كلسوم نعم هو كان أول من غنى له كان محمد صادق سنة 1935 بعد صدور ديوانه الأول وراء الغمام لكن نال الشهرة الطغية عندما غنت له أم كلسوم قصيدة الأطلال في 7 إبريل 66 رغم أن له أغاني يعني بأصوات كبار المطربين أغاني أخرى نعم غنت نجاة علي قصيدة الوداع أو مقاطع منها لأن هي قصيدة الوداع من أربعة أبيات فأخذوا من كل مقطع بيتين بيتين ولحنها محمد فوزي وسجلتها للإداعة المصرية في 7 مارس 54 قبيل مرور عام على وفاة ناجي لأنه توفي في 24 مارس 53 بعدها بقليل محمد عبد الوهاب أيضا محمد عبد الوهاب غنى 12 بيتا من قصيدة الخريف من ديوان لالي القاهرة وسمها القيثارة واشتهرت بأي سر فيك التي هي المطلع أو الاستهلال وقصيدة الخريف من 110 أبيات يعني من المطولات التي كتبها ناجي وأيضا أعتبرها من أخوات الأطلال من ناحية الشكل والمضمون كان عبد الوهاب طبعا أعطى ناجي حضورا طاغيا بما غناه من هذه القصيدة لكن بعد 13 عاما و13 يوما من وفاة ناجي غنت أم كلسوم 25 بيتا من الأطلال مضافا إليها سبعة أبيات من الوداع التي غنتها ناجات علي وأحدثت دويا ما يزال إلى الآن بالطبع يا فهدي يا فهدي لا تسأل أين اللهوى يا فهدي يا فهدي لا تسأل أين اللهوى يا فهدي كان صرحا من خيال لا تسأل أين اللهوى إن سأل فهوى ما يزال فهوى استقني واشرب على أطلاله وارو عني طالبات دمع روى اسقني وأشرب على أطلاله وارو عني طالبات دمع روى كيف زاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث جوا الشعر الأستاذ بشير عياد ونحن نواصل معا القراءة في أوراق المفكرة وبعد أن تعرفنا على بعض ما قدمته من كتابات سواء نقدية أو كتابات شعرية حضرتك قدمت من خلال منافذ عدة أي المنافذ كان أسرع في إيصال شعرك إلى المتلقي والله في البدايات كان الصحف ومجلة إبداع كان يسعدني جدا أن تنشر لي قصيدة في مجلة إبداع التي كان يرأس تحريرها أستاذنا العظيم عبدالقادر القط رحمه الله كانت المجلة في الثمانينيات تحدث دويا مع كل عدد يصدر وكنا يعني نشعر بسعادة بالغة عندما ينشر لنا شعر فيها مع تغيان الوسائل الإلهاء من خلال الفضائيات ومن خلال الإنترنت وهذه المنافذات الجديدة هي سمة العص أنا أتحدث عنها في شكلها السلبي لأن الإنترنت نستخدمه استخداما جيدا والفضائيات تقدم قيما عزمة لكن أعني بما يقدمون التسطيح أو السلبيات وجدت نفسي من خلال الإذاعة لأنني كما تعلمين أعمالي يغنيها كبار المطربين بالتأكيد وفي شهر رمضان غالبا وتصل للناس بشكل جميل وفي لحظة الشاعر بشير عياد ونحن نواصل معا للطلاع على بعض أوراق مفكرتك أو مفكراتك المختلفة نتوقف مع مجلة كاريكاتير حضرتك قدمت شعرك في مجلة إبداع لكن بعدها أيضا أو في نفس الفترة الزمنية عملت في مجلة كاريكاتير كان إيه الظروف ولماذا لم تستمر فيها فترة طويلة؟ بالنسبة لمجلة كاريكاتير يعني كما أشرنا في البداية أن الأستاذ مصطفى حسين أحد أصحاب الفضل فعندما بدأ يفكر في إصدار مجلة طلبني على الفور وبدأنا التخطيط لكي أكون معه فيها وبدأت المجلة من سنة 1990 لبدايات سنة 2000 حولتني من الشاعر الذي يكتب في مجلة إبداع وأغاني مسلسلات وكذا وكذا إلى كاتب ساخر يكتب بماء النار بدلا من ماء الورد الذي يعرفه الناس من خلال الشاعر كان لوجودي إلى جانب الفنان الكبير مصطفى حسين وهذا العدد الكبير من أستاذة الأدب الساخر في مصر يوسف عوف ولينين الرملي وأحمد بهجة وهذا الحجد من الرسامين من مصر والدول العربية بدأ الجانب الساخر يضغى على كتاباتي حتى حتى على كتاباتك الشعرية نعم نعم يعني يكفي أن تعلمي أن أنا كان لي باب ثابت أسبوعيا من الزجل بعنوان عزق منفرد وليس عزق منفرد تذكر بعد كلمات منه يعني مناسبة يعني هو طبعا كنت أصطاد أي مسؤول على المستوى المحلي أو الدولي ويكون في دائرة الأحداث في خلال الأسبوع وأكتب فيه زجلا ساخرا على طريقة بيرام التونسي وعندما أجد أكتب في العاطفي لكن العاطفي طبعا عاطفي محمود شكوكو وليس عاطفي عبد الحليم وعبد الوهاب ونجات أيضا ما زلت تذكر بعض منه يعني يعني مثلا بقول حركات حبيبي اليومين دول كلها أرعى وكأن صهر الليالي تلعلي في القرعة حلفت له لو هجرني لكسر وراه زلعة وإدل ولعة وأنسى زي ما بينسى وإن كان حيزع لي وروح يشرب من الطرعة هذا ما كتبته عن مجلة كاريكاتير لكن يعني بعد أن توقفت مجلة كاريكاتير يعني حتى أنا أخذ القارق في جانب آخر يعني أنا كنت أكتب المقال السياسي وكان يرسمه الفنان الكبير مصطفى حسين وفي وإلى جوار ذلك كنت أقوم بعمل دراسات أدبية يعني عملت دراسات أدبية على شعر بيرام التونسي ثم على شعر النزار قباني ثم على شعر أمل دنقل يعني لم تكن يعني كان لدي أحدى المنافس المنافس للسخرية لكن كنت أقدم للقارق خدمة أسبوعية غير عادية كنت أتبنى من خلالها عشرات الأسماء من جميع أقليم مصر وكانوا يحضرون لأعطيهم دروسا في النحو والعروض كل يوم ثلاثاء لكن هذه المرحلة يعني استمرت حوالي عشر سنوات وانتهت يعني لكنها مرحلة هامة في رحلتك جدا جدا بالطبع بالطبع أستاذ بشير عياد يعني حضرتك اتكلمت عن هذه المرحلة مرحلة الكتابة في كاريكاتير وكلمت عن بعض الكتب وبعض الدووين اللي قدمتها خلال رحلة مع القلم والورق هل المكان كان له أثر في كتاباتك في المفكرة بمعنى أنه في أماكن بعينها كتبت عنها في المفكرة أو وضعتها في شعرك بالطبع يعني المكان الأول بيتنا في دمانهور في كفر الدوار هي العاصمة دمانهور عاصمة محافظة البحيرة لكن أنا من كفر الدوار الملاصقة للإسكندرية بيتنا له حضور طاغي في كتاباتي وفي كلامي وتكعيبة عنب زراعتها أمي رحمه الله هي يعني مدخل بيتنا تحت هذه التكعيبة كأن أمي رحلت وتركت ظلها لنستظل به واستظل به كل القادمين إلى منزلنا في كفر الدوار النخيل الذي تربيت عليه في كفر الدوار الجناين اليمام يعني أشعاري مزدحمة باليمام وبالعصافير والبرتقال والنخيل نموذج لهذا يعني تقول فيه بادلين الحب صمتا وإشارة كالفراشات كأفراخ الحمام قد مزجنا الحب سجعا واستعارا ثم أسهبنا فأرهقنا الكلام هذا ما تتذكره لا يعني يعني أنا أقول أن دائما الرموز التي أخذها في أشعاري هي رموز البيئة التي تربيت عليها في كفر الدوار وكانت تأثرها كبيرا ما يزال مستمرا إلى الآن لأن الشعر يحمل تكوينه في داخلي أينما كان بالتأكيد الشعر الأستاذ بشير عياد ونحن نواصل مع القراءة في أوراق المفكرة نتوقف مع بعض الصفخات المكتوب عليها بعض التواريخ الهامة مثلا عام 1982 تخرجك في حقوق الإسكندرية عام 83 نشر أول رباعية من كتاباتك في جريدة المسا نعم 98 صدور أول كتاب يحمل توقيعك نعم ماذا أيضا تحمل أوراق المفكرة من تواريخ هامة 31 يناير 74 ده تاريخ فاصل في حياتي وحياة أخوتي حيث توفي أبي رحمه الله في عصر ذلك اليوم 11 مايو 2004 وفاة أمي التواريخ المضيئة الأخرى 24 هذه التواريخ حزينة نعم ولكنها تحولت إلى طاقة يعني لا أكتمك سرا عندما أتذكر أبي الآن أبتسم ولا أبكي يعني أراه في داخلي راضيا عنا أنا وإخوتي وعما قدمنا وعما وصلنا إليه لأنه وهو يلفز أنفاسه الأخيرة منذ 36 عاما الآن قال إياكم والمدرسة يعني لا تتركوا مدرسكم فكانت وصية مهمة جدا لأخي الأكبر محمد حيث كان أخي الأكبر سعد ما يزال على زمة القوات المسلحة لأننا كنا في عقاب حرب 73 وبالرغم أنني كنت في الصف الثاني الإعدادي إلا أنني قلت الحمد لله أن رحل أبي ونحن منتصرون الشاعر الأستاذ بشير عياد ونحن نقترب من نهاية اللقاء وفي لخضاته الأخيرة أسأل حضرتك عن الخطوط العامة لمشروعات مستقبلية وضعتها على أوراق المفكرة أهم عمل ينتظره قراء ومحبية في كل مكان هو الذي أعمل فيه منذ 14 عاما أم كلثوم عصر من الشعراء قراءة في جماليات النص وكان من المفروض أن يصدر في ذكراها الأخيرة في 3 فبراير لكن لبعض الطلبات وبعض التواريخ المهتزة أثرنا أن يصدر في الصيف إن شاء الله سيصدر في سبعة مجلدات 3500 صفحة بعدهم مباشرة سأصدر الجزء الأول من أسجالي في ألف صفحة وأسميتها أسجالي لأن كل ما أكتبه بالعامية أسميه أسجال وما أكتبه بالفصحة أسميه أشعار هناك ثمانية دواوين من شعر الفصحة سأصدرها تباعا أيضا يعني كم كبير من الانتاج في انتظار النشر نعم بالإضافة إلى كتاب عن زر قباني بالإضافة إلى كتاب عن أمل دونقل وعدد كبير من المشروعات المؤجلة بسبب أم كلثوم التي أؤثر أن تظل في المقدمة نعم لأنه أول مرة تجدين من يكتب عن جماليات النص المغنى أن أتعامل فيه كما تعملت مع جميل بتينة ومع ناطحات شعرية تحليل للكلمة وردها إلى جزورها في العصر الجاهلي مع البحر الشعري مع ما تميز فيه الشاعر يعني هي رحلة مدهشة أسعدتني وأمتعتني وأنا أتعامل معها أعزائي المستمعين هكذا مرت دقائق اللقاء ووصلنا لنهايته حيث قدمنا إطلالة على مفاكرة الكاتب والشاعر بشير عياد فشكرا لضيفنا وشكرا لكم وحتى نلتقي لكم تحياتي وتحيات نجي شديد هندس صوتية الأسبوع القادم إطلالة في مفكرة كاتب موسيقى الموج الصغير اطلالة في مفكرة كاتب ومعكم نجوة طوبي هنا القاهرة